صارت في ردة فعل في 2008 على الريساشن اللي صار في ايه فمثل اللي صار على الاسواق المالية وشون ضخوا الفلوس وكان في استياع عام بين المبرمجين كان كل واحد ياخذ لزاوية ولا عفوا هل يسولون انه يعني مو بكيفهم يعني واحد شدي يعني مثلا باتشا امريكا يعني انت عندك فلوس قيمتها قلت لان امريكا تبي يعني تحافظ على قيمتها العامة بالاقتصاديا فقالوا احنا شاب كين مع بعض يعني خلاص فجاء شخص شخصية رجل بنت محد يدي عنده ايميل عنده ايدنتيتي على الانترنت وكتب بحث وانشوها نزيل وسوى بروجيكت اسمه The Bitcoin سنة 2008 شو اسم الشخص هذا او شو اسمه نفسه ساتوشي ناكاموتو معروف بالاسم هذا شخص منظمة محد يدي هل احنا مهتمين منه هذا الشخص بالكمبيوتر ولا احد كيز ما احد مهتم يعرف منه الشخص هذا الرياضيات مالتا صح لو تقرأ موجود البحث تقدر تكتب P2P Network Bitcoin يطلع لك حلو سمى العنوان البحث العلمي اللي انشوها على الانترنت موجود اوكي شو نشر يعني انت تقدر تنشر تحطه مثلا على تويتر حزتها كان في اه اقصد انت يحط شيء بالانترنت ما ادي اي يعني بلاتفورم استخدمه انه ينشر بس الارسي لحن شغال يعني فيه ناس واجد ما يدون الارسي شغال ما غير الارسي تشاتينج اه تشاتينج لحن شغال اوكي ازين فيمكن حطها بالارسي ما ادي وين بالضبط نشرها بالبداية شن فكرة البحث والانشرة اوكي الفكرة انه راح نطلع عملة بالانترنت ما احد يقدر يتحكم فيها الا الكود والكود يكون مفتوح المصدر اوكي وليش يطلعون العملة هذي لان ما يبون ما يبون المنظومة الاقتصادية وسالفة السياسات ومحسوب على منو ادش بالمنظومة الاقتصادية يبون يتحررون من القيود هذي منتقل منظومة حرة لا مركزية لا مركزية اه ازين واحنا نحط قيمة احنا نحدد قيمة لهذه العملة وتسير بيننا وفي اتفاقية نتفق عليها اللي هو مثلا اذا كل اللي بالنتورك او كل الشبكة يتفقون على شيء معين ويصير الشيء ايه ايه اللي هو دفتر دفتر حسابات حلو نزين والدفتر حسابات هذا كل والرقة تنحط اللي هي كل بلوك نزين ينحط لازم يكون متبط بالصفحة اللي بعدها واللي قبلها واللي قبلها فهذا يسمونها بلوكشين هذا البلوكشين هذا الفكر اوكي بلوكشين فيها معلومات فيها معلومات الشخص هذا دفع حقه يعني مثلا انا دفعتليك مبلغ ولا أنت دفعت لي مبلغ سوينا نقل لملكية كوينز لعملة يتسجل أن عبد الرحمن دفع فجلنا هذا دفتر تسجيل بالمحل بالمحل والذي لما تروح البقالة والذي يسجل نفس الفكرة بس الدفتر هذا أي واحد يقدر يسجلها داونلود وأي واحد يقدر يطلع على ما فيه وإذا شاركت بالتعدين تحصل على التعدين التعدين اللي هو الماينينج شنو فكرة التعدين شون تقلت أضيف صفحة لما تمتلي الصفحة نطلب أن ترتبط صفحة ثانية هذه الفكرة اللي هو طلعها أن تستخدم خوارزميات تقعد تجرب لين توصل حق صفحة لها تسلسل واضح بداية كذا صفحة وشذي يعني تربطها بالصفحة القديمة وشذي يعني مثلا الصفحة هذه تموز حق الصفحة اللي قبلها بشكل سريع أنا بشكل سريع حق المستمع الماينج اللي هو التعدين عشان ما نضيع فكرة التعدين أن أنت تطلع بيتكوين حق نفسك وانت شون تفيد الناس أن أنت هم قاعد تساهم في أمن الشبكة نفسها عن طريق الكهرباء اللي قاعد تطلع عن طريق حل المشكلات والخوارزميات فأنت عشان أنا أعطيك هدية على أنك طلعت له صفحة جديدة أعطيك كوينز من الأصل المالي لبيتكوين ونفس الوقت قاعد تساهم أنت في إيه فأنت بدال الكهرباء اللي استخدامتها والكمبيوتر والمعالج والوقت والوقت وهذا أعطيك خلو فشافوهم مربجين أي فشافوهم مربجين قالوا أوكي يعني أنت كتبت نكتة حلوة بالموقع أدزلك كوينز ببلاش أوه شذي يعني شذي يعني مثلا زين كانت رخيصة وقتها وحزتها ومالها قيمة حزتها مالها قيمة قيمتها وقيمة الهوى واحد يعني وكنا نكتة يعني نضحك عليها فجاء واحد قال يا جماعة أنا حيل جوعان اليوم ومشتهي بيتزا زين وأحب أني لما أكل لما أطلب بيتزا أطلب بيتزا زيادة عشان أكلها اليوم الثاني بعد يعني اللفته البغاية أكلها يوم الثاني فقال وحأعطي عشرة آلاف بيتكوين يلا إي قيمتها اليوم نص مليار دولار إنزين حق اللوايد إي شيكت اليوم ثمانية واربعين ثمانمية إنزين فأربع ملايين ثمانمية ثماني ثمانين ثمانية أربعمية ثمانمية وثمانين مليون دولار حق أي واحد يريد يشتري لي بيتزا فواحد يعني طول بس واحد يعني قال تبرع فراح شراء لها بيتزا من بابا جونز ودأ سوى لها تو بيتزا أنا شتري الأربع لوقت بابا جونز على شتيلا بابا جونز بابا جونز اي عشان يأطونا عشر تالعف فشي اسمه؟ فدفع العشر تالعف هذي بوقتها لأنها كانت وقتها وقتها ما لا قيمة كان في 22 مايو 2010 2010 سنتين عقب البحث ايه ولا سنتين عقب البحث 2009 البحث نهاية 2008 نقول 2009 لما طلع البواجيكت وعلى ما أخذ وقت يعني سنة عقب البحث ايه ايه فشنو صار الحين وقتها للحين للحين ما لا قيمة شنو اللي صار هنا ان حط لها قيمة انها قيمة واقعية ان الناس قاموا اوه والله قيمة البتكوين الحين سبعة سنت اذا قسمتها عشر تالعف على هذا على قيمة البتكوين فأيها كانت تضحية كبيرة كانت تضحية كبيرة نكتة يلا اللي يريحول اللي بشتيري بيتزيتين ايه رحة حولها عشرة الاف ام وواحد تبرع من اتوقع كان عندهم مثل فروم منتدى ويتكلمون وشذي ايه فصح اطلعها قيمة هني صار ان صد اقدر اشتري شغلات بالعالم الواقعي باستخدام الكوبتو كارنسي اللي هو هذي الكوينز اللي نكتة اللي انت تكتب نكتة رح حقني ادزلك كوينز بدزلك اليوم عشرين نكتة حقيقة بس ماكو هذي هذي البايفر بس ماكو يقولني ايه ساتوشي نكاموتو وشوف عنده هذا البحث ايه هذا البحث اللي هو Peer to Peer Electronic Cash System Peer to Peer شخص توشخص ايه شخص مع شخص زيفة شنه صار الآن هذي يعني نتكلم سنة 2008-2009 وعشر 2013 طلع لنا واحد سنة 2013 بعد فيه شغلة ثانية صارت اللي هو وانت خلصت من الجامعة وطلع ايثيريوم بس يعني حزتها ما كنت مهتم بالكروبت شو سويت بكلا ريوس انا سويت درست بامريكا من 2007 بلشت 2008 عقبو اللغة عقبو اللغة ايه بعدي بللغة ايه درست Electrical Engineering و Computer Engineering و Minor in Computer Science ايه خليت مساند علوم كمبيوتر وبكارليوس بالكاهبة وبكارليوس بالهندسة الكاهبائية وبكارليوس بالهندسة الكمبيوتر ما شاء الله بس انت ما كنت في مدرسة خاصة ايه وكنت في ثانوية عامة اربع ثانويات اربع ثانويات انتقلت لان انت داشت بوقت السيستم كان قاعد يتغير ايه انا داشغلت الثانوية حزتها لما كان نظام اربعة 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 ايه قبل ما تمسك الوزير السابق نوريا صبيح صبيح ام فدخلت 2003 دخلت النظام العام هذا اللي كان ايه كان فيه نظام عام مقاررات ايه ولانا الاهل داش داش نظام عام شلاث سنين اتنام بعدين نوربع سنة شدحينك ايه ايه فخليت الطيج الطيج هذا ايه اول شي دخلت ثانوية عباد بن بشر بحليفة بحليفة ايه 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 لانا ايه كانت احسن ثانوية بالأحمدية التعليمية اوكي ايه كان قيبة من بحليفة بحليفة منطقة سكنية تنقسم الى قسم تجاري فيها عماير وفيها قسم سكني صح فكانوا اغلب عيال المدرسين والموجهين موجودين هناك فالمجتمع الآل داخل فالمجتمع هناك شوية يعني سنقوله علمي اكثر علمي اكثر فيه اهتمام بالدراسة اهتمام بالدراسة فيه الناس يعني تفرق تفرق حيل يعني ان كلهم يبغون يصيرون افضل طلبة حلو فيه اهل فيه بيئة داخل تشجع على الدراسة ايه يعني لهم اهل يشجعونهم على الدراسة ويتابعونهم حلو وهذا البيئة اللي كانت موجودة بس ما طولت ما طولت هناك يعني قاعدت سنة وبعدين تغير النظام التعليمي ككل اه فصار اه خمسة اربعة اربعة ثلاثة فصرت انا اولى ثانوي بعدين صرت صف العاشر صح واحتاجوا المدرسة هذي اني يحولونها توقع ايه ثانوية يعني اش اسمها بنات ايه متوسط بنات اوكي ايه فيعني انت اكيد مو بالحسبة الكندي بالفحيل لان عنوان البطارة المدنية الكندي بالفحيل قاعدت فيها صف العاشر والصف الحادي عشر وعلمي وبعدين اه الله يعطيها العافية الوزيرة بطلت الانقل حق هذول اللي المتواهقين فيه المتواهقين ايه انت بكت فيه برزخ يعني ايه لا هني ولا هني ايه احنا كنا بثنوية عامة وفيه كان نظام المقارات فقال رؤونهم اللي اللي يريحول عشان بس نمشيكم لان فيه النظام الموحد ايه 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 اللي اللي بلش من الصف العاشر ايه انا حزتها حادي عشر علمي صح فقالوا لهم ان تقدر تكدر تحول صح صح ايه ايه الصف الثاني عشر حولت حولت ايه الى هشام بن عاص بالمنقص ايه اللي هي نظام مقارات ايه وبعدين كان باقي لي كوس بالصيف لان لما تخلص المواد بالنظام العلمي بالنظام العام وتحول على المقارات يبقى لكوس صيفي ما دي شلون حسبتهم ايه 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 فسويتها بالعدساني اللي هي ايه منطقة مبارك الكبير حولو ايه بالقصور ايه 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 وحزيتها يعني قصيت الليسم فكنت داوم يعني بالصيف ايه 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 فرحت وصلت وانت اللغة العامة لغة ثانوية لا يعني الوالدة اللي اعطيها العافية ما تحب الانجليزي يعني كلش فكنت مثلا لما عندي امتحان انجليزي او حنجاوتنا ايه كذي ها الوالدة كانت رياضيات يعني ابد ممتاز برا ايه ماشاء الله ماشاء الله فطلعت عليها انا رياضيات بدأي محتمية كيف تعلمت الانجليزي ممتاز ايه فالفين وثلاثة عش قلت لي كنت هوك بتخرج ايه 2013 ابنت خبج ايه فوديت الكويت وتوظفت بمriasه البحاث نهاية 2013 كيف ستة شهور ايه ايه والله يجزاها خير طبعا ايه مهندسة نورة الغريب نورة الغريب ايه ايه الغريب ايه 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 بم TAI ايه ايه قلت لي من اول يوم يعني وهيا دايب وشوف لازم يكون في احد يعني في المشرف على اللي قاعد تسوي بضبط، فكانت داعمة يعني حطت لي مساحة داخل المعهد أني أسوي اللي أبي ممتاز، ايه فنفس الوقت في 2016 عشان نبدأ على الموضوع طلع إثيريوم طلع إثيريوم، وإن أنت ما كنت مهتم شنو فكرة إثيريوم؟ شنو الفرق بين إثيريوم؟ الفكرة ومات إثيريوم أن أريدك تربطها الحين بالتاريخ كله الحين، شنو طبعا المشاكل اللي كانت موجودة في بلوك جين؟ طبعاً، في مشاكل أي تكنولوجيا تطلع. المشكلة اللي طلعت بلوك جين أن تستخدم كهربا واجد، وقالوا أن مثلاً بعد بلوك جين بعد فترة الصعوبة تزيد لأن في ناس واجد راح يدشون صح، فأنت أنت تجريد كل ربع ساعة تطلع بلوك جين واحدة؟ بالضبط، شيء ما أدي بالدتالس، بس أنا أدي إنه شسمة، إنه مثلاً بعد فترة راح يصير لها هافنج اللي هو مثلاً ريوود لأول ما بلش عشان نضيف صفحة أو الكوينز اللي تأخذها على الشغل والجهد اللي سويتها، خمسين بلوكوين، بعدين صارت خمسة وعشرين بعدين اثنان عشر ونصف، لكن القيمة تزيد؟ بالضبط، القيمة تزيد، صح بس مثل لو تسوي المعادلة مالتها، تدري أن في يوم الأيام سيصير الطاقة اللي تستهلكها، طبعاً ما أحد كان متصور أنه ستوصل ستين ألف، نتكلم متر، الفين وثمانية، الفين وعشرة، فقالوا أن الكمية الكهرباء اللي قاعد تستهلكها، ستصبح أكثر من القيمة اللي ممكن تأخذها ايه، فسووا اثيريوم فسووا اثيريوم وقالوا إحنا ونستخدم بروتوكول ثاني أو منظومة ثانية حق إنه شلو نحرر الأموال؟ ليس شلو نحرر الأموال عشان نتفق على الصفحة اللي تنظف فهي شغلة اسمها بروف وف ووك اللي يستخدمها البلوكشين ما بيقدش تتفاصيل صراحة والإثيريوم يستخدم شغلة جديدة اسمها بروف وف ستيك لا الحين ما انتقلوا لها، بس ينتقلوا لها فهي فكرتها أن تسهل الصعوبات كانت موجودة في البتكوين وطبعاً لما يطلع مشروع جديد لازم ينظف له شغلات جديدة لأن انت بس مو تحل المشكلة واحدة تحاول تحل المشاكل الواجد فطلعوا أن فيها smart contracts اللي هو العقود الذكية صح فأنت تقدر تسوي شغلتين أو كذا شغلة بعقد احنا نتفق عليه فتقدر تقول مثلاً أنا بشتري منك أرض ملكية الأرض ستنتقل منك لي إذا حولت لك المبلغ الفلاني بس ما في عقد عادة بالعقد يعني في شيء ما أقدر أحمي حقوقي إذا أنا خذيت الأرض والأرض طلع فيها مثلاً طلع فيها مشكلة معينة تحتاج أن أنا أحفر وعدل فأنا راح أطالبك به الأموال وهكذا ماذا أقدر أنا أحمي نفسي منها؟ طبعاً نفسي شيء السيارة وهكذا طبعاً تقدر تلجأ للقضاء تقول لهم والله أنا كان فيه اتفاق بيني وبين فلان فلاني صاحب الوالت الفلانية اللي هو المحفظة الفلانية اتفاقنا على العقد هذا ومثل نصب عليه وأنا حولت له المبلغ هذا فهنا تلجأ إلى القضاء أوكي بس أول فكرة أنه في يوم الأيام سنوصل أنه لا نلجأ للقضاء لأنه كل شيء سيصير له هذه الفكرة هذه الفكرة بس حالياً أنه سنوصل لمرحلة كل شيء واضح لأنه ليس كل شيء تقدر تحسبه بالإنترنت أو تقدر تتابعه بالإنترنت حالياً ممكن شأكدر أحسبه وأتابعه بالإنترنت حالياً إذا الأرض فيها مشكلة ما أدري أنا بالكمبيوتر ما أقدر أحطها بالسمالت كونتاكت ما أقدر أحطها بالعقد الذكي إنه مثلاً تشيك لي على الأرض إنه فيها مشكلة أو شيء بس تقدر تحط بالعقد إنه مثلاً لازم يشيك عليها الفلان الفلاني إذا الشخص هذا وافق ويكون هذا الشخص مثلاً فاهم بالأراضي أو كذا إذا وافق يسيب مبلغ فهمت؟ فهمت دخل الشخص فهمت فتقدر تضيفه فيها طرق إيه؟ فيها طرق ذكية لازم أنت شوية تتعاون مع السيستم وتعرف شون أنه بضب بس الفكرة إنه إنه شغله هذي صارت تقريباً في 2013 إنستغرام لاحب ما نولد أتوقع في 2014 إنستغرام أو في 2015 نعم موجود موجود يمكن في 2012 إنستغرام موجود موجود إيه أتوقع في 2012 يعني آخر أيام أنا كنت طالب وأنا تخرجت في 2012 أذكر كان موجود في أول في آخر سنة فبس بالبدايات إيه 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 وبعدين فيسبوك شباب نسينا شنو صار إيه؟ طبعاً اللي صار هنا إنه طبعاً يثيراً ما حدر عنها وقتها كل شيء يثير كل شيء عرفتها في 2017 يعني وهو كان فيه عندنا هذا الفوم والمنتدى ما البيتكوين اللي أي واحد عنده فكرة جديدة أو شيء جديد يروح يسولف هناك يسولف هناك وهذا كان المجتمع اللي موجود وكان صغير المجتمع أي صغير وكلهم جيكس يعني كلهم شطار ويحبون تكنولوجيا ويحبون كمو فيه ناس جيكس فيه ناس يعني يحبون يطلعون فيه ناس مهتمين فيه ناس يشوفهم فرصة تجارية فيه ناس يشوفون هن فرصة تجارية فيه ناس يعني عندهم شغف بس بشكل عن المجتمع هذا كان عنده اهتمام بالمستقبل بالضبط هذا اللي جمعهم ايه هذا اللي جمعهم شلون احنا نشوف المستقبل شنو التصور اللي عندك للمستقبل الشغلات هذي طبعا هذا شغلة طبيعية يعني انت بالنهاية تلقى الناس اللي قريبين من فكرك اون لاين أو اوف لاين وهذول اللي تقعدوا اياهم دائما ممتاز طيروا على شكال هتقائح هي هي صار فهذا اللي صار اه 2017 هني اللي صار الاتفاع الجنوني صار او الخيالي الاول طبعا قبل 2017 صار في اتفاع للبيتكوين 2013 وصلت الى 1000 دولار انتظر ايه او 2000 بعدين طاحت صار وقاموا يطلعون الناس اللي اوه خلاص انتهت التكنولوجيا انتهت الهبة انتهت الهبة وخلاص يلا يلا خلنشتغل صجة شوفوا لكم وظيفة ثانية ف 2017 هني الاتفاع الحقيقي حق الانترنت وصارت شبه فقاعة بعد 2017 ايه طاحت بعد ما ثاني من زين اللي صار اثكوها للحين يعني كنت حزاتها بامريكا توني مبلش المانجستير مه 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 هني اللي دوبلت انتغلت صارت من ألف لألفين إلى أربعة آلاف إلى ستة آلاف إلى ثمانة آلاف ظرف ثواني يعني ثواني؟ ايه يعني كنت أطالع لتللي كنت أطالع بوف 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 قعد تسعد ببع يعني فهمت وحتى قاعد يقول حق واضح ما شاوه خلني اشتري رحين ونبيع بعد شوي يعني فلوس السفر رح تطلع ببلاش قاعد يقول لها خلني اشتري رحين رح تدوبل وبعد يقول لي لا 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 تشتري لأنه رح يطيح رح يطيح رح يطيح رح يطيح فأذكر أنك انت طالع وقلت قلت لها يبار تريد شرعا انا بشتي بس بمئة دولار بس بمئة دولار فهذا اللي صار اذكرها يعني انا اذكر انا ما كان قصدي هالا انا كان قصدي عقوبها في كريسمس وقفوا البيع ما تكرت بيع لأن فجأة الكريب يبيع وقفوا البيع ما دنيه موقع عرفت الموقع اللي في الناس تشتري تدول عليه موقع تداول لا اتوقع انت تتكلم عن وبنهود مع GameStop موقع تداول ما اسمه موقع تداول في كوين بيس كوين بيس كوين بيس قالوا اذكر وقت كريسمس سنة ربعي كانوا تداولون وما كانت تداولون لكن ربعي كانت تداولون فكاد يقولون لي ان ما نقدر نبيع الحين لان قالوا كوين بيس ما نقدر نبيع لازم تقدر تبيع شيء معين شيء تشيدي كانوا ينظمونها يمكن ان كان في مثل اتوقع انتكلم عن ما الصين وقتها كان ينزل اي اتوقع انه بعدينه صار يمكن ليلة 14 او ليلة 20 وين طاح لين صار الف وشي اتوقع او الفين وشي حلو فالحين هذي الفترة هذه صار فيه مثلا الناس عرفت اكتر عن البيتكوين على قروتهم اللي يسوق السيارة ولا التاكسي قام يسولف عن البيتكوين بضبط العموم صار فيه وعي انه فيه شيء يسمى بيتكوين صح ذيتش الحزة نربطها الحين مع السياق العام السياق العام ان مثلا انا كنت بالميديا لاب زيين والمكان هذا حل يعني يستثمى بالمستقبل وكذا ميديا لاب نفسها اللي تأسس ب85 اللي تأسس ب85 من نيكلوس نيقوب عنتي اوكي انزين فاللي صار انه بالحقبة هذه او قبلها توظفوا اثنين من المبامجين الاساسيين مالوت بيتكوين بالميديا لاب وصار معاشاتهم تندفع من الميديا لاب وتشوفهم ياخذون قهوة وياك ازين وجعل ملياردير ياخذ اياك قهوة ويسولف عن بيتكوين فكانت كنت وائد قريب من الفكرة حي اذا فعدك ممتاز اي انزين فا فهذا الجو العام وين رايح الافكار وين رايح وفي ايمان وقتهم عندهم ايمان تام ولين حين انت الايمان عندي ان البيتكوين مول بتكوين الكريبتو كونسي اللي هما العملات المشفرة العملات المشفرة وشيسمونا العملات الرقمية وعلى العملات المشفرة ما يسمونها البنك المركزي هنا؟ عملات تسمية ثالثة؟ نعم، 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 هذا اللي ستكون مستقبل لهذا المستقبل أوكي البيتكوين هل سيتم؟ الله أعلم عملات المشفرة هي المستقبل؟ هي المستقبل ممكن يتم يصبح نفس الإيميل، أنت تستخدم الواتساب، لا تستخدم إيميل بشكل دعم، لكن تستخدم الإيميل في الشغلات الكبيرة فهمت، فهمت وطلعوا بغاية لا رمزية للحين بدكوين لا رمزية هو father of cryptocurrencies تقريبا، نطلق على يد father of cryptocurrencies والله ساتوشي نكموتو، لكن لا نعلم منه أكيد لا نعرف منه؟ ايه لا يوجد شك؟ هناك ناس يقولون أن هناك شخص معين، لكن يمكن البداية الناس الأوليين يدوم منه، لكن لكنه ليس ياباني؟ ما توقع أنه، يمكن ياباني، ما عندنا ولا معلومة تقدر تثبت أنه من هو ما توقع؟ ما توقع؟ ما توقع؟ ما توقع؟ زوجه زوجه اشتركوا في القناة